تراجع مؤشر الشفافية في تونس ثلاث مراتب هذا العام مقارنة بالعام الماضي أفق المعايير التي تعتمدها منظمة الشفافية الدولية وقد احتلت تونس المرتبة السادسة والسبعين من بين مائة وثمانية وستين دولة شمالها التقييم الذي أصدرته الأربعاء منظمة الشفافية الدولية ومن أهم المؤشرات التي تعتمدها المنظمة لتصنيف الدول هو مدى استشراء الفساد في القطاع العام من جهتها أرجعت منظمة أنا يقض تراجع تونس في مجال الشفافية إلى غياب إرادة سياسية صادقة وإطار تشريعي وقانوني خاص بمكافحة الفساد ومعنا من تونس حول هذا الموضوع الكاتب والبحث السياسي مصطفى القلعي سيد مصطفى أهلا بك معنا في الأولى من سكاينيوز عربية ما الذي جعل تونس تتراجع ثلاث مراتب إضافية هذا العام لتحتل المرتبة السادسة والسبعين في تقرير منظمة الشفافية العالمية مساء الخير مساء النور الحقيقة عوام الكثيرة جعلت تونس تتراجع بيات درجتين عن سنة الفارتة منها الفشل الحكومي في دارة الشأن العام وغياب الإرادة السياسية الكاملة منذ الثورة وليس في الفترة الأخيرة منذ الحكومة التي تلت سقوط نظام بن علي إلى اليوم لم توجد هذه الإرادة السياسية الحقيقية لمقاومة الفساد بعد سقوط نظام بن علي تأسست الهيئة العليا لمكافحة الفساد والرشوة في تونس وبقيت هذه الهيئة إلى حدود نوفمبر 2011 ثم وقع إلغاؤها بمرسوم قانون إطاري لمقاومة الرشوة والفساد قبل أن ترحل هذه الهيئة أعدت تقريرا من 500 صفحة نتجت عنه ورفع أكثر من 11 ألف قضية ضد مسؤولين حكوميين وإداريين ونافذين في النظام وفي الحكومة السابقة نظام بن علي ولم تأل الأمور إلى شيء كبير ألا يمكننا القول سيد مصطفى أن تونس تحاول الخروج من هذه السرية لتتحول إلى الانفتاح الكامل الانفتاح على الفساد يمكن ولكن لا يوجد انفتاح أخر للحقيقة لأن ما خرج من السر إلى العلن هي التقارير ولكن الممارسات كانت موجودة وما زالت موجودة للأسف الشديد هناك نوعان من الفساد هناك الفساد الصغير المتعلق بالرشوة الصغيرة وهو يلتهم حوالي 450 مليار من المليمات التونسية وهناك الفساد الكبير الذي يقدر الخبراء أنه يلتهم أكثر من 3000 مليار دينار تونسي والفساد يلتهم 2% من ناتج المحلي الخام في تونس وهي نسبة عالية ومهولة جدا في دولة ضعيفة الإمكانيات وتفتقر إلى الموارد الطبيعية إذن الحقيقة الموضوع شائك جدا ومعقد جدا وهناك ثلاث أو أربع علامات إذا جمعناها فهمنا هذا الواقع بطبيعة الحال سيد مصطفى هذا المؤشر شرح لنا يمكن وجهة نظر العالمي فيما يخص تونس لكن لفتني إطلاق بوابة إلكترونية جديدة في نهاية العام الماضي فيما يخص نفقات الحكومية ويتيح ذلك للتونسيين بتدقيق هذه النفقات لنتحدث قليلا عن الداخل التونسي كيف ينظر لهذه المحاولات من الحكومة الحقيقة لا توجد ثقة كبيرة في هذه الحكومة للأمانة المسألة مثل الثقة تبنى تدريجيا وهذه الثقة لم تبنى إلى حد الآن بين النظام القائم بكل أشكاله وبين الشعب التونسي ومختلف المؤسسات هناك مسألة القضاء التي لم يتمكن للتونسيون من أن يطمئنوا إليها بعد لأن كل الحكومات المتتالية حاولت أن تضع يدها على المنظومة القضائية لم تبدل الثورة التي خضطت تونس في العام 2011 أي شيء سيد مصطفى في هذا الإطار؟ لا الثورة خلقت الإرادة الشعبية الحقيقة هناك إرادة شعبية، هناك وعي كامل، هناك مجتمع مدني قوي جدا في تونس، هناك منظمات وطنية كبرى، هناك أحزاب تقدمية يعني ذات صوت عالي جدا في تونس وبوصلتها موجهة على مطالب الثورة وعلى شعاراتها ولا تختلف في ذلك يعني هذا واضح لكن المشكلة هي في الأنظمة أو الحكومات التي تنال الثقة الشعبية الانتخابات أمورها نسبية الحقيقة لأن في النهاية لا تعكس الإرادة الشعبية إذا ما رأينا وأن من يصل إلى الحكوم لا ينفذ إرادة الشعب وتحقيق أهدافه في المحاسبة، في التنمية، في التشغيل ما هي أسباب الفساد؟ غياب التنمية، غياب التشغيل، غياب السيولة المالية ثم تفاجئنا رئاسة الجمهورية المنتخبة في تونس في الصيف الماضي بقانون المصالحة الاقتصادي والمالية الذي رفضته منظمة الشفافية العالمية ودعت رئاسة الجمهورية إلى سحبه ورفضته المنظمات الوطنية والأحزاب المعارضة نقطة مهمة سيدة مصطفى تحدثت عنها ذكرت المنظمات المجتمع المدني وهي التي تلعب بالفعل دورا فعالا في هذا الإطار وهي تسعى جاهدة من أجل وضع المفاهيم الصحيحة للشفافية هل برأيك تكمن المشكلة بعدم دعم هذه المنظمات؟ لا الدولة الحقيقة بكل مؤسساتها لا تدعم هذه المنظمات إطلاقا يعني الدولة التونسية يعني هناك نوع من الاستشارة من حين إلى آخر أعطيك مثالا مثلا في التعديل الوزاري الأخير الرئيس الحكومة لم يستشر الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تعتبره الدولة التونسية شريكا رئيسيا ورئيس الجمهورية يعني أعد استقبالا رسميا على شرف الرباع الرائع الحوار الذي قاده الاتحاد العام التونسي للشغل إذن هذا مؤشر يعني هناك وزراء لا يعرفوا الاتحاد لماذا ذهبوا وآخرون لماذا أتوا يعني هذا مؤشر أول اثنين منظمة الهيكا المراقبة للإعلام أيضا تشتغل بطريقة يعني متقاطعة مع رئاسة الحكومة ورئاسة الحكومة تعمل على تمرير يعني إملاءات من حين لآخر تتجاوز بها هذه الهيئة إذن المجتمع المدني في تونس الحقيقة والمنظمة الكبرى تقاوم من أجل الإرادة الشعبية وهي في كل مرة يعني تكون إلى جانب الشعب اتحاد العام التونسي للشغل الأعنى أنها مسندته للاحتجاجات بشكل رسمي وهو الذي يعني القادر الوحيد على يعني التعاتي مع هذه الاحتجاجات حتى الدولة التونسية والحكومة غير قادرة مطلقا على التحكم فيها شكرا على هذه المعلومات الكاتب والبحث السياسي مصطفى القلعي حدثنا من تونس